مثل مواطن أمريكي أمام محكمة في ولاية فلوريدا بتهمة التأمر لانتهاكه القوانين والأنظمة وتهريب بضاع ذات استخدام مزدوج مدني وعسكري من الولايات المتحدة إلى ليبيا وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان أن بيتر سوتسيز اعتقل ثلاثاء الماضية بناء على قرار يتهمه بالتأمر لانتهاك القانون الدولي للطوارئ الاقتصادية وأنظمة إدارة التصدير بالإضافة إلى تهريب البضاع وبحسب بيان وزارة العدل مثل المتهم للمرة الأولى أمام المحكمة وحدد له موعد جلسة ثانية لتوجيه التهم إليه في منتصف الشهر المقبل شكرا